موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام في جولة جديدة لليوم داخل مدينة طرابلس وبالتحديد منطقة سوق الجمعة من داخل محل روبين لمستلزمات الأطفال خلونا نشوفوا آخر الأسعار ونتعرفوا على أحد العاملين داخل المحل السلام عليكم وعليكم السلام مع القناة تبادل الاقتصادية تعرفنا بحضر أهلا وسهلا بك أحمد الشريف من طرابلس أهلا وسهلا بك طبعا حابين نعرفوا الأسرة اللي عندك والأسعار متحم داخل يعني بما أنه فيها البناس يعني فصل الشتاء في أسرة يعني مخصصة يعني أن هي تحمي الطفل من البرد يعني أن هي فيها هلبا مميزات نقدروا نفوت مزبوط في عدة أنواع طبعا فيه شركات تركية شركات صينية في عدة أحجام فيها سرير بروحة فيه سرير مع دولاب فيه فراش طبي فيه فراش العادي هذا هو فراش طبي والسرير يعني شنصين صناعة تركية طبعا من أجل المركات فيها تركيا والفراش طبي يكون مستوى عالي شوية هذا ليه سانة كم؟ هذا يرفع يعني من السنتين لعند الثمانية سنوات تسع سنوات على حسب الحجم تقديد سرير هو نفسه سرير وهزاز يعني فيه فتحة مجم طبعا كمي ميزة أطبر كويسة فيه جورة مقدام فيه فتح ميا للطفل السعر متاعك؟ يتراوح من أربعمية خمسين لستمية خمسين فيه ألوان يعني ألوان؟ أبيض فيه قهوي فيه سماوي فيه بودري طبعا فيه زي ما قلت لي أنت فيه أسرة فيهم كجورة يعني للأطفال يعني هي الأم يعني بدل من هي تبدأ تدير سرير وكجر يعني تقدر تحط فيها حاجات بتاع الطفل كلها فيه نجول موديل هوا طبعا فيها فيها فرد باب عن يمين باهي فيه كجورة من تحت باهي فيه حتى يمشي معه فراش العادي وفراش الطبي طبعا يعني حتى هو نفسه يعتبر ان هو هزاز يعني؟ هزاز وتابت 2 في 1 عادي السعر متاعك؟ هذا بـ 590 السن يعني اللي يتراوح كم سعر؟ السن من 3 سنين على 10 سنين هو يمشي عادي طبعا لما لو جاتك طلبية من برا مثلا تبي موديل معين تقدر انك انت تخدمه لها؟ صح مزبوط عادية كيف ميبي هو عادي مش مشكلة طبعا المصنع هو من أجود الماركات في تركيا يعني ما شاء الله يعني طبعا من غير أسرة خشبية في ناس يعني ما تحبش الأسرة الخشبية وتحب ان هي تكون يعني أسرة يعني تكون من هما يخافوا على أطفال هم يعني يقولوا هذا لوح ممكن تبي حاجة أمتن مزبوط لكن هي تعتبر هذي من أفضل الخامات اللوح يعني فهمتن وفي خامة أقل وسائر أقل فهمتن فهمتن في طبعا أسرة الحديث زا توا يعني متحركة يعني تبني يتنقها بالضبط في نواوما صغيرة في حجم مكبر يعني هذي مع بعضها كلها ماركة أيوا يعني يتراوح من 350 إلى 450 نيك يعني هذي أقل حاجة بالضبط في نومات العديات صغيرات يعني شيالات وحاجات صغيرة النومات زي مثلا هذي 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 يعني تقدر حتى لو أن هي مثلا تبي تحطها يعني في المربوعة أو أن هي متقدرش تاخد سير كامل يعني تاخد هذا و نروحها شوية بالضبط سعره 150-190 تراوح هذي سعرها كم؟ هذي 190 دينارها هذي لا بروحها طبعا هذي الاسر هذي 590 إن شاء الله هذي هذي حبسات وفي ههة ل 많ع الاسر فهذه يهذي hash هذي 290 إلى 540 هذي 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 210 هذي تقرر Stewart هذي تدريد اللومة تريد التقرر في الفوقة الصغيرة اللي تتم stronger كبيرا من الשל إنه يجب أن يكون هناك حماية بالضبط وهذه كيف هي المكان؟ هذه في الكمية و 40 نعم هذه تغير الحفظات نعم لتغير الحفظات لتغير الحفظات ينقب نعم 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 بالضبط 340 وخامتها جيدة نعم الأطفال الأمهات أكيد نرى الكراسي الصغار أنهم توحليا أنهم يمشوا بهم الأمهات هناك كرسي سيارة هناك كرسي أكل هناك كرسي أكل سعارهم من 215 إلى 410 هذا للأكل؟ لا للأكل يتنوع في الحوش ويضع في المطعم هذا من السنة إلى 3 سنين أو 4 هذه عربة تستعمل أثناء خروج المرأة للأسواق تجارية تتحول لقدام اليد والخلف ميزة كويسة تمشي كرسي كويسة سعر متاحة؟ 240 إن شاء الله بالنسبة لي لا تستطيع أن تضعها في العربة هناك كرسي الأطفال يضعهم في العربات وتكون حامية طفل هناك صح هناك القعماز يمشي للسيارة يمشي لعمر معين خمس سنين أو ست سنين يواسع هناك حجم صغير حماية بالضبط هذا سعر متاعك؟ 375 السؤال سألوا فيه جميع المشاهدين أنتم بمشي تتعامل طريقة الدفع فيه كاشو فيه البطاقة المصرفية وفيه تداول شكرا لك حبا نشكرك على استضافتك شكرا لك وبهذا مشاهدين الكرام وصلنا لختام جولة حلقتنا لليوم كنت معكم أنا أحلام الأزعر من مدينة طرابورس مشاهدة شكرا لكم